عقد وزير الخارجية سمح شكري محادثات مكتفة مع نظيرتي الألمانية أنالينا بيربوك بقصر التحرير وذلك خلال زيارتها الحالية إلى القاهرة لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة تناولت المحادثات مختلفة أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطع غزة وكذلك تناولت سبل تنصيق الجهود الدولية والإقليمية لوقف هذا التصعيد وتحقيق التهدئة هذا وقد حرس شكري خلال اللقاء على إطلاع نظيرتي الألمانية بنتائج الاتصالات التي تقوم بها مصر مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأطراف الإقليمية والدولية الرئيسية من أجل دفع جهود التهدئة وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة كما شدد على أهمية التأني أو النائي عن تعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولية ومؤكدا موقف مصر الرافد للدعوات الإسرائيلية المتكررة للأهالي في غزة للانتقال إلى جنوب القطاع موسيقى